كان رئيس السيسي قد استقبل رئيس وزراء أرمينيا بقصر الاتحادية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء أرمينيا بحثا سبلات عزيز التعاون بين البلدين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة يومين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين السيد الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والأرميني وأكدا ارتياحهما لمستوى التنصيق المشترك كما تم استعراض التعاون الثنائي وأفاق التوسع فيه في مختلف المجالات بما يرتقي لطموحات الشعبين الصديقين هذا وقد شهد السيد الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والبيئية كما عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهديئة في قطاع غزة إلى جانب تناول مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وذلك في إطار الحرص على استمرار التشاور بما يخدم مصالح الدولتين اشتركوا في القناة